في بداية أخبارنا طبعاً يعني حديث الساعة وهو طبعاً فوز الأستاذ العامري فاروق بمنصب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي في الانتخابة اللي جريت أول مبارح النادي الأهلي الحقيقة وطبعاً تم اعتماد المجلس بدون وجود الأستاذ العامري النادي الأهلي الحقيقة أصدر بيان بالأمس فنت كل شيء والنهاردة أيضاً أصدر بيان بالإجراءات اللي خدها النادي الأهلي في هذا الصدد دخليني أستعد محضراتكم البيانين البيانين الحقيقة فيهم كل شيء كل التساؤلات عند جمهور النادي الأهلي هيلقيها في البيان البيان بتاع برحل أهلي العامري فاروق فاز بمنصب نائب الرئيس بالتسكية باللوائح والقوانين أصدر النادي الأهلي بيان رسمياً يؤكد فيه على صحة الموقف القانوني العامري فاروق الفائز بمنصب نائب رئيس النادي بالتسكية وجاء نص البيان كالتالي رداً على البيانات المنسوبة لكل من مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة واللجنة الأنبية المصرية والتي لم يتم نشرهم على الحسابات الرسمية للجهتين لأسباب غير معروفة وتم الإشارة فيها إلى تعليق اعتماد فوز العامري فاروق نائب رئيس النادي بالتسكية بدعوة وجوب عرض أمره على الجمالة أمومية القادمة استناداً إلى نص المادة 43 من لآحة النظام الأساسي للنادي الأهلي ده البيان أولاً تنص المادة 43 من لآحة النظام الأساسي النادي الأهلي على أنه يفوز المترشح الحاصل على أعلى الأصوات فإذا تساوى اثنان أو أكثر في عدد الأصوات وجرية قرعة بمعرفة رئيس اللجنة القضائية المشرفة على تحديد المترشح الفائز وإذا كان عدد المترشحين مسويناً لعدد المطلوب انتخابه ودي الحل اللي احنا فيها على وفق مقاعد مجلس إدارة أو كان عدد المترشحين أقل من العدد المطلوب انتخابه تعرض أسمائهم على الجمعية الأمومية لاعتماد فوزهم بالتسكية بشرط الحصول على موافقة 25% على الأقل من عدد الحضري وفي حال عدد اعتماد الجمعية الأمومية فوز المترشحين بالتسكية تطبق أحكام المادة 41 فقرة 2 وإذا كان عدد المترشحين المعلم فوزهم بالتسكية لا يكفي لصحة اجتماعات مجلس إدارة تؤلف لجنة مؤقتة ممن فازوا بالتسكية والمدير الفني والمدير المالي أو من يقوم بعملهما تتولى شؤون النادي والدعوة لانتخابات تكملية لمجلس إدارة في أول اجتماع جمعية عمومية عادية ده كان نص المادة 43 وفي جميع الأحوال المنصوص عليها في هذه المادة والمادة 41 يتم إرسال صورة من محضر اجتماع جمعية عمومية لللجنة الأمومية المترشحين الاعتماد النتائج النهائية ثانيا بالنظر إلى المادة 43 من لقاحة النظام الأساسي لنادي الأهلي التي تستند إليها كل من الجهة الإدارية واللجنة الأمومية لتعليق فوز السيد العاملي فاروق بمنصب نائب الرئيس بالتسكية يتبين أن هذه المادة جاءت مطابقة في صياغتها مع ما تنص عليه لقاحة النظام الاسترشادي للأندية الرياضية الصادرة من اللجنة الأمومية المصرية وكذا للعديد من لوائح النظام الأساسي للأندية الرياضية والتي منها على سبيل المثال للحصر لقاحة نادي الزهور الرياضي ولقاحة نادي هليوبلس ولقاحة نادي سموحة بالإسكندرية وغيرهم من الأندية الأخرى والتي تم الأخذ بما جاء بتلك اللواحة وإعلان فوز المترشحين بالتسكية بهذه النوادي وفقا لهذه المادة في ذات الجمعية التي تم عرض التسكية فيها وقامت اللجنة الأمومية والجال الإدرية باعتماد نتائج في هذه الأندية بالتسكية دون طلب عرض المرشحين على الجمعية الأمومية مرة أخرى ثالثا النادي الأهلي اعتصم بصحيح حكم القانون بداية من فتح باب الترشح والذي بغلقه تبين أن منصب نائب الرئيس لم يتم لم يتقدم له سوى مرشح وحيد هو السيد العامل فاروق وهو ما أعلن معه فوزه بالتسكية ثم تم عرض أمره على الجمعية الأمومية والتي انعقدت أمس من خلال أو اللي هو طبعا بانتادر أمس فبيتكلم على الجمعية الأمومية أمس يعني من خلال استمارة التصويت التي وفقت عليها الجهة الإدارية كتابة لاعتماد هذا الفوز بالتسكية وفق ما تنص عليه نصوص اللقاحة السليفة بيانها كما أن استمارة التوصيات المشار إليها مدوم بها كتابة عند منصب نائب بن كوسين لاعتماد فوزه بالتسكية وبالفعل حصل السيد العامل فاروق على تأييد أعضاء الجمعية الأمومية لفوزه بالتسكية وذلك بحصوله على عدد أصوات 19.472 وهو ما يقرب من 94% من عدد أصوات الحضور رابعا يود النادي التأكيد على أن عرض أمر المرشح الوحيد على الجمعية الأمومية لاعتماد فوزه بالتسكية لم تنظم له لوائح الأندية السليفة الإشارة عليها شكلا أو إجراء لهذه العرض لذا فقد التزم النادي ما درج عليه العمل بكافة الأندية الممثلة وبذات الإجراءات المعتمدة من الجهة الإدارية واللجنة اللومبية والتي انتهت إلى حصول السيد العمري فاروق على عدد أصوات أكثر من النسبة المطلوبة خامسا الأمر لا يحتاج إلى لبس أو تفسير أو تأويل النادي الأهلي التزم صحيح أحكام القانون بشأن كافة إجراءات الجمعية الأمومية للنادي المنعقدة بتريخ 26 و 25 و 26 و 11 و 21 والدليل أنه تم توقيع محضر اجتماع الجمعية الأمومية من السادة أعضاء اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات ومن اللجنة القضائية المراقبة على الانتخابات ومن اللجنة الأولمبية والمسؤولين من الجهة الإدارية الحاضرين بالجمعية وهو المحضر الموجود بحوزة النادي والمدرك به بنوده الرئيسية اعتماد فوز العمري فاروق بمنصب نائب الرئيس بالتسكية وتم اعتماد ذات النتيجة لنادي الزهور منذ أيام بذات النص المادة سلفة الذكر في لأحد نادي الزهور وهي ذات المادة الموجودة في لأحد الاسترشادية ولأحد النادي الأهلي وبذلك تكون وزارة الشباب والرياضة ملزمة بأعمال صحيح القانون لا سيما وأن جميع الإجراءات تمت وفق نص المادة المذكورة في تصريحات الوزارة سادسا نؤكد أن ما جاء بتصريحات مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة واللجنة الأولمبية أن المحضر المرسل من اللجنة القضائية المشرفة اعتمت كافة الأمور الخاصة بالعملية الانتخابية ما فيها موقف العامل فاروق وحاجته لطرح اسمه على أول جمعية أمومية مقبلة أمر يتعارض مع صريح اللقاحة ورأي الجمعية الأمومية وما جاء بمحضر إجراءات الجمعية الأمومية سالف الذكرى والموقع والموقع من أعضاء اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات واللجنة القضائية المراقبة للانتخابات ومن اللجنة الأمومية والمسؤولين من الجهة الإدارية الحاضرين بالجمعية والذي من بين بنوده فوز العامل فاروق بالتسكية سابعا عرض موقف السيد العامل فاروق على الجمعية الأمومية فهو أمر مستغرب جدا ولا يتفق مع المنطق أو القانون أو اللائحة وفيها اعتداء على حقوق الجميع العمومية ويخالف السوابق المستقرة عليها في انتخابات الأندية وخاصة نادي الزهور ونادي هليوبلس التابعين لذات مديرية الشباب ورياضة بالقاهرة وعليه فإن نادي الأهلي ومجلس إدارته كعهدهما دائما يتمسكان بتطبيق صحيح أحكام القانون ولائحة النظام الأساسي للنادي ويرفضوا رفضا تاما سياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع الأندية الرياضية المتمثلة في المراكز القانونية وأن العمر فاروق فاز بمقعد نائب الرئيس بالتسكية طبعا توقيع النادي الأهلي وكان في مرفقات مع هذا البيان نص المدى وصورة استمارة إبداع الرأي النادي الأهلي نص المدى 45 من لاحة النظام الأساسي للنادي الزهور صورة استمارة إبداع الرأي النادي الزهور نص المدى 16 من الأحل الاسترشادية الصادرة من اللجنة اللوبية تسجيل فيديو لإعلان نتيجة فوز النائب بالتسكية بعد حصول على أكثر من 19 ألف صوت والتي تمثل 94% من أصوات الحضور أو الحاضرين ده كان البيان الأول النهاردة النادي الأهلي أصدر بيان تاني وهو البيان الحقيقة في بعض الإجراءات النادي الأهلي بدأ باتخاذها عشان طبعا يضمن حقوق الجمالة عمومية والبيان كالآتي الأهلي يطلب من وزير الرياضة واللجنة اللوبية اعتماد فوز العمري فاروق بمنصب نائب الرئيس بالتسكية أرسل النادي الأهلي صباح اليوم خطابا إلى كل من الدكتور أشرف صبح وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة اللوبية المصرية لاعتماد فوز العمري فاروق بمنصب نائب رئيس النادي بالتسكية وفقا للوائح والقوانين في الانتخابات التي جريت أول أمس وذلك بعد عرض أمر العامري فاروق المرشح الوحيد على منصب نائب الرئيس على جمال أمومية من خلال استمارة التصويت المعتمدة رسميا من الجهة الإدارية وحصل على تأييد 19.470 صوت أو ما يعادل 94% من عدد الحضور في الوقت الذي اشترطت فيه لأحد النظام الأساسي لنادي حصول المرشح الفائز بالتسكية على 25% من عدد الحضور فقط وقال النادي في خطابه أنه قام بمراجعة ومتابعة كافة الإجراءات أو كافة إجراءات الجمال الأمومية منذ بدايتها إلى نهايتها مع الجهة الإدارية المشرفة على عمال جمال أمومية بتفويت صادر من اللجنة الأولمبية المصرية كما أن النادي بادر برغبته في تنفيذ حكم القضاء الإداري الصادر سلفل للسيد وليد الفيل بالترشح على منصب نائب الرئيس وطلب من الجهة الإدارية إدراج اسمه في كشف المرشحين وقام بتسليم أوراق المرشح لذات الجهة بعد مراجعتها إلا أن الجهة الإدارية واللجنة الأولمبية قامت باستشكال على الحكم الصادر لصالح المرشح وليد الفيل في المقابل تقدم النادي الأهل باستشكال الاستمرار تنفيذ الحكم الصادر وترك الأمر الجمعية العمومية تختار من تريد لكن المحكمة الإدارية لأوليا أصدرت قرارا بإيقاف تنفيذ الحكم الصادر لصالح المرشح والتزم النادي بالاحترام الكامل لأحكام القضاء وقامت الجهة الإدارية باعتماد وختم استمارة التصويت دون اسم السيد وليد الفيل ومتضمنة بند اعتماد فوز المرشح على منصب نائب رئيس النادي بالتسكية وهو ما يؤكد على ساحة إجراءات التصويت والعرض على الجمعية العمومية جاء في الخطابين أيضا أن الهيئة القضائية والجهة الإدارية واللجنة المنفية في حضور رئيس النادي رئيس النادي لوكبت المحمود الخطيب طبعا والجمعية الأمومية قاموا باعتماد محضر مناقشة جدول الأعمال والتوقيع عليه متضمنا بند فوز العمر فاروق بمنصب نائب رئيس النادي بالتسكية وطالب النادي الأهلي الجهتين بمبادرة النادي الحرس على تطبيق صحيح حكم القانون وإعلاء سلطة الجمعية العمومية واعتماد فوز العمر فاروق بمنصب نائب رئيس النادي بالتسكية حرصا على استقرار الأهلي في ظل الدعم الكبير من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستقرار تلك المؤسسات الوطنية التي تعمل بكل إخلاص لمصلحة الوطن ده كان بيان النادي الأهلي النهاردة والحقيقة أكيد إحنا كلنا ثقة طبعا في مجلس تدارة النادي الأهلي والمسؤولين في النادي الأهلي إن أكيد طبعا حقوق واللوايح والقوانين النادي الأهلي أول نادي بيلتزم بيها وإحنا كلنا ثقة في مجلس تدارة النادي الأهلي أنه هتخذ الإجراءات هتتحفظ حق طبعا أكيد الجمعية العمومية واحتراما لأصوات الجمعية العمومية وحضرها يوم أول أمس